عند انتهاء الحرب اللبنانية إذاناً بدخول لبنان جمهورية الطائف خرج اللبنانيون من الملاجئ لتصبح تلك الإقامة طويلة مجرد ذكرى بشعة عن حرب يتمنى الجميع أن تكون ولت إلى غير رجعة بتذكر أيام الحرب المشؤومة اللي ريتها ما تنعيد ولا بشكل ولا على حدا الملجأ أكيد كانت مثلاً بنتي كانت هيك شوية أكبر من البقوة من بقيت الولاد دعتيهم كانت عملت له مدرسة عندها تلميذ يجوا البنائي كلها الولاد البنائي والجيران يجوا كلهم يتعلم وكانت عملت له نصف كامل شو الإيام المالجية مصخة كانت أيام عروب وهالإيام هايدي إذا بقت الإيام هايكي هذا العالم كلها متخوفة مش أنا بس العالم كلها خيفة من الوضع كنا نشوف المالجأ اللي عدين بالمالجأ تحت ضربوا قاتلوا أزيف تنزعوا اللي عدين بالمالجأ نأكل الخبز نطلع نشرب أهوة ونيجي نشرب رخي ونلعب ورق وكتر خير رب ماشي الحال إلا أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة والحروب المتكررة في خلال سنوات السلم المفترض الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الداخلي متأثرا بالتطورات الإقليمية ذكرت اللبنانيين بزمن الملاجئ لكن هل لبنان مستعد لاستضافة حرب جديدة على أرضه؟ خصوصا بعدما تم تحويل الملاجئ بعد الحرب إلى مواقف سيارات ومستودعات مهملة بناء على أكثر من تشريع لم يعد يلزم ببناء الملاجئ مثل قانون 71 على 57 هذا القانون الذي بموجبه تم استبدال الملجأ برسم مالي للمباني المشيدة بعد عام 94 لبنان بحالة صراع مستمر مع إسرائيل لا نعرف متى تبدأ الحرب ولا نعرف متى تنتهي من هنا أهمية الملاجئ هلأ عندما نتحدث عن الملاجئ الملاجئ ضروري والقانون يفرض هذا الموضوع اليوم أنت تبني الملجأ من ضمن استراتيجية دفاعية شو دور البلدية بالملاجئ شو دور الإنذار المبكر يا خي إذا أجه من إسرائيل صاروخ طويب بعيد المدى إسرائيل عنده بين العشرة و 15 ساكند يعني انزار تقدر تنزل على الملجأ عندك الوصول عندك التأمين عندك الإخلاق الصحي عندك الاحتياط هذا مشروع هيسم طويل عريض الدولة ما عم تفكر فيه أصلا يعني أصلا الدولة ما عم تفكر بالكهرباء ما عم تفكر بالماء وفي موازات أهمية بناء الملاجئ لردع الأخطار تبقى هذه الخطوة ناقصة خصوصا أن السلاح الجديد تخطى التقليدي بأشواط وأصبحت القنابل الثكية قادرة على هدم مبان بكاملها ما يجعل الملجأ التقليدي مقبرة جماعية الأمر الذي يستوجب إنشاء ملاجئ نموذجية تتمتع بمواصفات عالمية تقاوم كافة احتمالات الأخطار كتلك التي بنتها سويسرا لمواطنيها وإذا نظرنا حولنا فالنموذج نفسه يعتمده أيضا العدو الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر